اشتركوا في القناة لأنه منك تسمى دعم وبقي الخير كين في قلوبنا الحمد لله ما نخافه واله الله يسهل على الجميع وصباحكم بروك متتبعين وأي حاجة احتاجته على الناس الحين فقرية جمال ختمه جميل سنختمه كيف قلنا دائماً أشياء اللي كثير هاتمامنا في المواسم مختلفة بعد الصيف بعد العطلة بعد يمكن الناس كان عندهم عطش أنهم صافروا وخيموا وسبحوا مزيان فالبشرة كفمت آدات الشعر أيضاً تهوت آداء معهم موسم جديد موسم الخريف والشتاء من طبيعة الحمد لله التكوين والجديد خلايا وبصيلة الشعر أنه الشعر كيتسقط هذه مسألة كنا نعرفها أنه الشعر دينا كيتح هنصبروا معها ونقلبوا للحلول وشو غير الدار باش نعودوا هاتساقط هذا ونعودوا كذلك نعموا بشعر اللي هو طبيعي وزوين كتير منكم طلبنا صراح هذا الموضوع وحنا دائماً فيما تكون خبرة والأهل اختصاص نريد أن نستفدوا منه ونعرفوا عنده الجديد واللمسة ديالو تسعدنا يكون حاضر معنا في بلاتو برنامجنا للا فاطيما واليوم بين هاد الأناميل اللي زوينا والخبرة ديالنا الشابة اللي يعني استعال النجم ديالو ماشي فقط غير في المغرب بل خارج المغرب فتبارك الله على الضيفة ديالنا بغيتكم تتركزوا معهم زيان وتسمعوا شو غادي تقول فمريم خبيرة تجميل والمعروفة بميس ميمي قولك ميس ميمي عن دلعك معنا اليوم مرحبا بك ميس ميمي باش نفسر السيدة المغربية اللي دائما كتسول على سقوط الشعر شنو غادي ندير شنو هما الحلول عندي مشكيل فاليوم اللي بغي نبدو نهضرو على مشاكل سقوط الشعر كينين بعد العوامل اللي كيكونوا طبيعيين المرأة الحامل شعرها كيطيح هذا شيء طبيعي وعادي لأن الطفل في البطن ديال الأم ديالو كيبدأ ياخد الفيتامينات والمعادن فالسيدة هنا كياخدها تلتاج للطبيعي ديالها اللي كيعطيها فيتامينات ومعادن اللي كتاخدهم فترة الحامل سيدة المردع كذلك من كتبدأ تردع للجنين ديال الطفل ديالها تهي الشعر ديالها كيطيح وهادو عوامل طبيعيين دبا غادي نجيو للعوامل اللي كتكون غير طبيعية عوامل خارجية مواسهم نفسية عداد من الأمور عدد كبير ولكن غادي نحطو غادي نركزو على البعض منهم اللي واللو دواهر عندنا في المغرب داهرة غريبة مثلا ليساج بغيزيليان تانينو لا بخوتين ليساج بغيزيليان كنعرفو أنه فيه واحد المادة اللي هي خطيرة اللي اسميتها الفوغمول واللي عندها سبعة ديال الأسماء سيدة أو زبونة هي ما كتعرفش هاد الأسماء لأنه مش المهنة ديالها فوغمول عنده مثلا الاسم الثاني اللي هو الفوغمالديد كيكون مكتوب في هاداك المنتوج والسيدة كتستعملو وبنسبة لي هارا هو خالي من الفوغمالديد فالشعر ديالها كي بدك يتساقط بكثرة كذلك من بعد اللي الساج بغيزيليان خرجو لتانينو وكيقولو للسيدات أنه طبيعي تهو غير طبيعي كل مواد كيموية وآخر حاجة اللي خرجت للسوق حاليا اللي الناس كلهم نقدر نقول للمغربية كلهم لحالات اللي كيجوني كل النهار كيقولو لها بما أن الاسم دياله بخوتيين جمل بروتيين يعني هم هاته طبيعية طبيعية ما تخفيتشي حاجة غنستعملوها ليك مشكلة أن هاد السيدات كيستعملو هاد لابخوتيين وكتكون السيدة حامل ما كيسولوهاش لواش انتي حاملاء لواش انتي كتردعي لواش عندك حساسية وكيستعملو هاد المنتوجات اللي كتطيح الشعر ديالهم وحنا كل نهار كنساعدوا السيدة كل نهار كنقفوا معهم وكيكون افكتيموس تعملو هاد المواد اللي كتكون غير طبيعية وفيها أخليتها مغريات يعني كاتين لمسا بصح مختلفة للشعر طبيعي كتعطينو عماء كترتب ما تحتاجوش أنك تديري مصفف الشعر أو بغوشين كل مرة حنو في السيف كنالتاج نجل المسألة هادية تتقول كوش عطيك منظر زوين الشعر آه بصراحة كل شي بغا شعر كمالي فاكوش يدرد كمالي فاكوش يدرد سيدات كلهم بغو شعرهم يقولي حرير أنا بغيت نقول حذاري ثم حذاري اليوم في العالم ما كينش شي مادة اللي غتخلي لك الشعر ديالك ليس غاد يعني بحل لاشين لاشينواز ما يمكنش كينين بودرات هندية واللي كيف كتعرفوا أنا اختصاصية في البودرة يوروباديك يوما جوا من طبيعة الهندية لمدسين طب البادير طب البادير طب البادير الهندية وطبعوا الهندية تبارك الله والشعر ديالهم والشعر ديالهم تبارك الله راهي لا حضرتي ثمان إن شاء الله شنهار ندير لهم إن فيديو من لاند غتشوفي السيدات ما كيستعملوا إلا البودر أيوغبيديك البودرات الهندية ولكن اليوم كيخصنا نسلطوا الدوء على أن السيدات كيشريوا البودرات اللي ولو كيدخلوا عندنا المغرب بطريقة غير قانونية وهذا شي يعاقب عليها القانون ما كيكونوا لمسجلين هاد اللي بودر في المين يستخدموا على السونتي ولا في السونتر انتي بوازون ما كنعرفوش ما كين في هادوك البودرات والسيدات كتستعملهم كينا اللي شعرها كلو كيطيح كيجو عندي نحالات كينا اللي كتجيها حساسية وخاسنا نعرفو بأن البودرات مني كتكون غير طبيعية وكيكونوا مخلطين فيها مواد أخرى راها كتسبب حساسية كينا اللي كتجيها الدوخة كينا اللي مشتل السبيطر بسبب البودر أيورويديك اللي كيكونوا غير طبيعيين يعني نتأكدوا من المصدر الموطوق نتأكدوا نقوموا من ديروا أي حاجة في شعرنا نسولوا خبارات إلا السيدة ما عارفاش تسولوا خبارات اللي كيعرفوا في هذا المجال باش يوريوها هذيك البودر مني كيخصها تشريع كلقوا مثلا بعض البودرات حاليا بدان نفهموها بعد شوية البودرات وكيفش كتستعمل الفشعر إلا جينا نعطو لمحة على إن البودغة يورويديك كرها كتشبه مثلا لحنة ندرو مثلا على البودغ ديال براهمي مثلا عندنا واحد البودغ اللي اسميتها براهمي اللي مزيانة كتقوي الشعار كتنقل فروة ديال الرأس سيدتلي عندهم الشيب المبكر كيبدأ ينقص لأنك يكون مبكر ليشوف بخيماتيوغي كنستعملوها هما كاملين كيتخلطو غير مع المسخون ما يكونش الماديال الروبيني يخصو إما يكون معديني ويكون شوية دافي ما يكونش ساخن حلقها في الفروة ديال الرأس ديالها هما تخلط الحنة وصافي وهم كيكونوا كيشبهو الحنة ولكن السيدة ما كانتش كتعرفهم ومنين جايين كتغلط وكتستعملش حاجة اللي ما كتكونش طبيعية للشعر ديالها وخشعر مسبوغ مني كيكون شعر مسبوغ تقدر مني كيكون شعر مسبوغ كنسولو السيدة إلا بغيتي ترجع للسباغة الطبيعية خصكت تنيني شعر إلا استعملت الليساج بريزيليان لتانينو لابخوديين كيخصكت تنيني ستشهور ولكن في هاد الابريود تبدو تعمل الليبود غيوربيديك عندها بودرات بحال لابودغ ديال النم براهمي كاشور شو غاندي هادو اسماء هند هادو طبيعيا هادو نباتات طبيعية في الهند نباتات طبيعية في الهند اللي كي مثل عندنا الحناء لإني دو غاجستون حناء راجستان اللي كيطلع في المدينة غاجستون في الهند هو كيعطي واحد الشعر كيعطي واحد الليونة واحد القوة للشعر هائلة يعني سيدة سيدة يلا عرفت المصدر ديال هاد الابودغ ما غيكون عندها حتى شي خلاف وما غداش ما غيوقع لها تشي حاجة في الشعر كيعالج تساقط اللي احنا كنا ندرو عليه آه كيعالج تساقط غير خاصنا نعرفه بأن منين السيدة كتمشي تشري ان بودغ يوربيديك رهي لما خلطتش ما بين ثلاثة ديال الابودغ رما كي ما كيصلحوش الشعر ديالها ناهيك على أن سيدة خصها ما تستعمل الشمبون اللي كيكون غير طبيعي ناختت بقديمة في الخنادي الطبيعي إلا قا ما ما لقاتش هاد الشمبون الطبيعي أو لما عرفتوش تقدر تستعمل لبودرات اللي هما في حد داتهم ركي يكونوا شمبون حينا مثلا السيدغ ماشي السيدغ اللي كالقو في المغرب عند العتا السيدغ اللي كي يجي من الهند رينا بتات السيدر 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 جوجو بيم مختلف مختلف محال فيونيقراج الحلبة ديال الهند كتستعمل للشعر ما كترغوش ولكن مفيدة بزفل الشعر وهم كيستعملوها بشكي غسلوا شعرهم كان نغسلوا بها الشعر أو لكنستعملوها على حسب تساقط الشعر تنقية فروة الرأس لابودر ديال النام كانستعملوها الأطفال إلا كان عندهم مثلا القمل اللي جمل اللي بو يعني كانين بودرات اللي هما طبيعيين الحاجة اللي بغيت أنا نوصل اليوم للسيدة وهو حضير راسك قبل ما تدري شي حاجة على شعرك أو لعلى وجهك رمشي أي حاجة لقيتها في السوق المغربية رها طبيعية ورها مسجلة كانين بودرات اللي كنلقوهم دابا في المامشيتي كتلقيهم صح وهذا هو المساج خليت تولي الرسالة هذي الرسالة اللي بغيت تسمعي ولا غيت تشوفي ولا هذي تقلب على المصدر طيب المسألة هذي خاص المداومة لأني كنقوله أنه طبيعي حباله طويلة ما خصك شدير رغي نهار ولا يومين غادي عالج لك الموضوع طبيعي خصك دروري الوقت والاستمرارية شال تقريبا دي الوقت مقاو استمروا فاتش السيدة لكانت أول مرة غاستعمل اللي بودرات غايرو فيدي كيخصها أول حاجة تبدأ كلها بوحدة ولكن نقدر نعطي للسيدة كلهم كتستعملي الأغجي الغوز ماشي أي أغجي الغوز حتى هي طين الوردي طين البنفس الغوز الوردي طين الوردي كيخصو يكون هو طبيعي مايكونوش فيه الغبار مايكونوش فيه سموم وكيكون نشف ونشف على تحت الشمس لأن كيلي كيتنشف في ديز الوزين كتتدخل عليه الماشين ماكيبقاش طبيعي كيمشي منو هادوك اللي بيانفيد يولو كاملين يعني يكون طبيعي يكون طبيعي طوب على اليد مثلا اللي لقدرين ناخدوه ونصوبه كيتباع حجرة كم لكيتباع أمبودغة هو كيتباع بودرة ماكيتباع حجرة نشوفه دايما كون المنتوج دا جودا مزيان أخصنا دايما نعرفوه هادو هادو الوردي شنو نخلطوه مائش نخلطوه مائش واحد لبودغ عندك إما الباخباتي تهي بحل الحنا بحل البرامي بحل المن طبيعية كنديرو ثلاثة المعالق ثلاثة المعالق كنخلطوهم مع المسخون وكتديرو لشعرها جوش تل مرات في الأسبوع ثلاثين دقيقة وكتغسل شعرها واقع هذا قلتي باش كيحيدا ما الامور يمكن قدرون ديرو كتدابير خصوصا في شق طبيعي هادو طب البديل وليوم تقاف الهندي يحضر معنا اليوم معمي سميم ومشكورة على وجودها معنا مشوفة سيلورا شين مفم 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 35 ans que l'MC نوف pour la réussite de ses lauréats يأفر pour un Maroc plus compétitif 35 ans que l'MC les cursus menta l'excellence que les parents font confiance à la première école d'ingénieur privée au Maroc et que les entreprises marocaines croient en la formation de nos étudiants il y a 35 ans 70 étudiants ont rejoint l'MC dans son premier campus aujourd'hui ils sont plus de 7500 répartis sur 14 campus à travers 4 grandes villes vous aussi rejoignez l'MC membre d'Honoris United Universities premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé pour construire votre avenir et celui de notre pays MFM MFM à l'infantrima à l'infantrima à l'infantrima à l'infantrima à l'infantrima la vitamine E la vitamine D la vitamine D الزيوت اللي لمشي تدابل السوق وحللتها كتلقيها إما تخلطت بالزيت ديال لسيوغ بزيت أخرى أو لا تخلطت بالبغافين ما كتكونش طبيعية تا هاد المسألة تشوفوا منين كتشريوا الزيوت ديالكم أو تشيروها باللاصة اللي كتكون تعصفة جمعيات اللي كتكون جمعيات ديالنا اللي كي يخدموا الزيوتهم كيكونوا طبيعيين وليش تمشي تشريها من واحد بالأصل اللي انتي ما متأكدش منها تا هي مخصكش تديريها للشعر ديالها يعني زيوت نقدرون استعملوها مفيدة هاد الموضوع ولا شو زيوت نقدرون استعملوها تا هي كتكون مفيدة للتطياح ديال الشعر وبالتالي كنقدرون نخلطوها مع هاد اللي بودغة يغبيدك إلا كنت طبيعي نتيجة موضع فكت قدر تعطيه إلا كعمص در ديالها متأكدة منو أكيد نقدر نخلطوها مع اللي بودغ منك نخلطوهم مع الماء كنزيد واحد لمحلقة كبيرة ديال زيت شون نوع ديال زيت اللي كتنصحينا به؟ عندنا مثلا الويل دومونوي هادي بصراحة ما غادش نلقوها في المغرب لأنك تجي من تايتي زيت الأرغان غير حنا في هاد الفترة كذلك غادي ننكرر زيت الأرغان خصنا نحضو منها خصنا نمشو نجيبوها من بلاصة اللي كتكون متأكدة لأن كانين بزاف ديال زيوت الأرغان اللي فيهم اللي بيستيسيد نسمهم خصنا ناخدو زيت الأرغان اللي تكون طبيعية ونستعملو هاته هي الشعرها مفيدة زيت الخروع زيت الخروع هي زيت اللوز زيت اللوز هات زيوت كيكونوا مزياني بزاف الشعر إما كتشقق بهم شعرك أو اللي كتخلطهم على البودرة يوغفيدك إذا كانوا طبيعية مرة في الأسبوع او لا كتر مرات في الأسبوع ونبعد السيدة اللي دارت زيت الشعرها ضروري خصها تتغسل بشامبوين اللي كون طبيعي إلا ما دارتش الزيت ودارت غير البودرة تغسل غير بالماء وخصنا نعرفوا بأن البودرة يوغفيدك مني كتديرهم للشعر ديالك وكتغسليه راه أسبوعهما كيبقوا خدامين في الشعر ديالك كيفا شو الخدمات ديالهم اللي كيديرو؟ كيحميو كيغلفو كي نقيو كي نقيو الفروة ديال الرأس ديال لأن الشعر الرأس نيكة تكون الفروة دياله نظيفة ونقية وخالية من السموم الشعر كيزيد كيطوال مني كتعاودي تحطي فوق منه الزيت أو لكتحطي ديبودغ كي يطوال دغيا والسيدة اللي ما كتكونش نقات من قبل الفروة ديال الرأس ديالها راه ليبودغ ما كيخدموش لهان هاي العلامات ميمين باش نفهموه إلا كانت عندي مشكل في الفروة القشرة الحكال الحميرار شنو؟ على سيدة اللي كيكون عندها مشكل في الفروة كتكون رائحة كاريها ريحة الشعر كتحك شعرها او لنسرة شيح تحداغ يقول لي عارا شعرك كتكون الرائحة كاريها كتشمعتها هي كيكون القشرة كينا القشرة اللي كتبقى في الفروة ديال الرأس ما كتطيحش كتكون بيليكول كغا بيليكول كغاس حنا المحيدة اللي ديجا هدرنا عليها 4 سنين هادي باقاد حنا المحيدة رائعة جدا الشعر ديالسيدة كتبنا نطف الفروة وتحيد نطف كينا واحد لها بودغ اللي اسمتها أغيتا مزيانة بزاف الشعر هذه بودغ طبيعيين كلهم طبيعيين نباتات طبيعية كينا فيهم اللي كتجي من اللي غاسين من الجذور اللي كتطحن كتجي من الجذور كينا فيهم اللي كتجي من نقص داي كركومة ديال التوما وكين اللي كتجي من الورقة ديال النبتة هذو الغيطان النباتي اللي كين في الهين وش ما كيش شابيه مثلا ولا قرب له هنا في بلادنا نقدرو نعوضوها به مثلا بصراحة كين نباتاتك ولكن مثلا لحنا إلي جينا نشوفو كانت الحنا زمان زوينا بزاف في بلادنا ولكن دابا للأسف ولا الغش ولو كيزيدوا له هذي بيستيسيد ولا كي يطلع الورقة كبيرة بزاف لحنا ومكتعتش ديك الفائدة ودك النتجة اللي احنا كنبغيو الشعر ديال السيدة مثلا السيدة اللي ملقاتش هاد النوع تقدر بمقارنة بالمقابل تلقى حاجة اخرى تقدر تستعمل الغسول البلدي تقدر تقدر تستعمل ديزويل اللي كيكونوا فيجيتال كي قتلك اللي كتحرف المصدر ديالهم واقع حنا قلنا الحكا مثلا المشكلة الحكا شو كان قدرون ديرولها الحكا نقدرون استعملوا البودغ ديال النم او لا اغيطا الاشواغندا حتى هي البرانقاراج هادو اسماء شوية صعيفين هادو هنديين براعمين املا ولكن الاغلبية ديال السيدات المغربية ترى هدبا تبارك الله ولا وعافين عارفين وتبارك الله كيني موجودين توصرين في الأسواق ديال المغربية موجودين موجودين يلقوا الجودة والبصمة كينة واحد البصمة كين ديك البصمة اللي غير كيلسقها كيبيعها للسيدة وكين اللي كيكون اكيد مسجل المنتوج دياله باش يبيعوا للسيدة احنا معكم دايما نرى الاشارة متتبعة للا فاطيما فقرة جمال اللي عندكم شي سؤال ميسمي مي مرحبا بكم خبيرة تجميل ديالنا وتخصوص ديالها كيف قلنا هاد البودر ديالنا طبيعية باش نبسطوله طبيعية طبيعية من طب البديل ديالنا احنا تبارك الله عنا علاقة واطيدة كبيرة مع الموروط ديالنا كونا كبرنا بالعشوب وبالخلطات والحنات تبارك الله بزاف ديال السيدات والأمهات داروا تأيه ورجعوا لها والفوائد دياله كيبقى غير طريقة الاستعمال والجودة دي ما هذا والمساجر بنا نقوله قبل ما تدري اي حاجة على الشعر ديالك عارف المصدر دياله وقرأي اللي ليه وصير سولي وصقصي لانه هاد المسائل هذي كتفرق في النتيجة نشوف هصير قصير ياكم متتبعين وبعد الرجلين دايما تنتكلموا على تساقط الشعر ودايما لعنكم مشي مساجات والأسئلة على الرسول العلم مرحبا بكم طيب رجعنا معكم متتبعي للفاتيما حدود بقنات قريبا واحد لخمسة ديال دقائق فقرة جمال حلقتنا دياليوم الاثنين بغن نتكلموا على التساقط الموسمي للخريف حاضرة معنا أخي صائيف تجميل خصوصا تجميل الشعر بمواد طبيعية صرفة اليوم حاضرة معنا مي اسميمي مشكورة النهجة بدأ من عناق السفر بدأ فكي كانت لأجواء والظروف دير سفر الحمد لله مزيانة الحمد لله مزيانة الحمد لله خلنا البلادنا حمد لله حمد لله حمد لله حمد لله حمد لله الحمد لله الله يفعلنا يربي أمان الله إن شاء الله حبيبتي طيب إحنا تكلمنا على الأنواع ولكن كتبقى طريقة الغسل قلتيا إحنا تكلمنا على دوت ديتوكس يعني إزالة السموم من فرمات الرأس قلنا هذه نقطة مهمة 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 طريقة الغسل أيضا هي مهمة بعد مرة تيقول لك طريقة الغسيل ديال الشعر بتعامل ديالنا مع الشعر المغسول تيخليه عرضة أكثر للتساقط أكيد أو مثلا سيدك يتاح للشعر كتخاف أنه تغسله قاعد قسفه كينا السيدة اللي كتبقى حادية غير شعرها كتقول شعره كيطاح لش طاح خصها تنساه شوية وخصها تعطي منين تولي كتخلط لبودغة يوروبيدي خصها تعطي ديزوند بوزيتيف يعني إلا كانت سيدة عندها إرهاق أو لعندها تعب لاش ما تديرش لبودغة لشعرها خصها تكون في واحد خصت تكون مرتاحة نفسية ديالها تكون مرتاحة ومحمسة أنها عاد تبدأ لبودغ ديالها وبشوية عليها ولا قدر تدير حتى موسيقى هادئة وهي كتدير لبودغة يوروبيديك للشعر ديالها باش كيخدموا لي أنك تبقى نبتا سيتون بودغة يوروبيديك نبتا من طب الايروبيدي اللي كتبقى بالنسبة لنا كتبقى حية كتعطي خصيدة تعطي كي قلنا ديزوند بوزيتيف للشعر ديالها كينا دي بودغة اللي تقدر تغسل بيهم اللي تخلطهم وتغسل بيهم ويوليوا شامبوين ديالها إلا كانت هذه السيدة ما عرفاش منين ستأخذ شامبوين ناتوريل كتخلط مثلا ثلاثة المعالق ديال لبودغ ديال شيكاكاي راه المغربية الدباكي يعرفوا هاد شيكاكاي شنو هي لبودغ ديال أملا لبودغ ديال سيدغ لبودغ ديال برين غاراج هادو كتخلطهم جوج معالق جوج معالق جوج معالق جوج معالق كبار كتخلطهم بالماء الساخن ما يكونش ديال الروبيني وتحطهم ماسك على الشعر ديالها وخغير ربع ديالتقيق وتغسل شعرها سابقا في الشعر دياله كيكون مغسول بالماء عادي ماء عادي احنا وليفنا ديال الرغواف ديالك خصنا الشعر ديالنا يا رغوي لما ترأي لما رواش كين مثلا الكابوغ كاشلي هاد بحل ممتيل كابوغ كاشلي كابوغ كاشلي عنده واحدة رائحة رائعة للشعر كتخليه يعني سيدة اللي كيكون عندها زهم في الفرون دياله في الشعر دياله وتعتها الريحة الكريهة اللي اهدرنا إليه تستعمل كابوغ كاشلي تدير منه ثلاثة المعالق وتدير ثلاثة المعالق ديال القشرة ديال البرتقال تهيه قد جي منتم رائحة ديالهم عند رائحة ديال القشرة البورتقال عندهم ماشي بحل اللي عندنا يعني ماشي نفس حيث كان إلا كتعرفي كنقولو قشور رمان قشور ليمون مي هادي ايه ديفيرونت ما كتشبهش القشور ديال الرمان ديالنا كتستعملها تهيه كتعطي رائحة رائعة السيتخون تهيه كتجي من الهند وكتخليهم واحد ربعة دقائق كيف كتليك وكتغسل بيهم شعره هادا كافي هادا كيبقى شون بوان الشعر مره في الأسبوع مره في الأسبوع مره في الأسبوع تقدر حتيلا بغات كل نهار تغسل بيهم تقدر كل نهار سيدة الحامل سيدة المرضع السيدة اللي عندها حساسية ما تخافش نهائيا من اللي بود غيرو بيدك إلى عرفات منين جايين هادي النقطة المهمة والأساسية تعرف المصدر دياله منين جايين طيب بزا سولونا على تساقط شعر وترتيب الشعر يعني أنا في نفس الوقت بغيت نداوي تساقط شعري وفي نفس الوقت بغيت الرطبو الغدي علوغ سيدة اللي بغت ترتب الشعر ديالها راني ديجا قلت بأن ما كينش منتوج في العالم اللي قدر يرتب لها شعرها ولكن غنقولها بالفرنسيا يعني هاديك سيدة فعود ما تمشي تدير البغوشينغ إلا دارت غير هاد اللي بودغ ودارت الباتش اللي احنا معروفين شعر ديالها غادي واللي ارتبو ولكن ما غاديش يعطي ديك النتجة اللي كيعطي الشيميك اللي كيعطي اللي ساج بغيزيليان أو التانينو أو للا بخوتين هنا غايولي يبن الشعر ديالها طبيعي وتغاتبنتها هي طبيعية عندها لابودغ ديال الشيكاكاي اللي تقدر تستعملها بوحدة الفاقيني هادك الشعر ديالها عندها كذلك لابودغ ديال السيف دي بومبو باللغة العربية يعني خيزران ذاك العصارة دياله ذاك اللب دياله احنا كنقول لها تباشير هذا اسم هندي مشي تباشير ديال السبورة اللي كنكتبو فيه في الأقسم ويتهو بيض الواحد البيض ناصع اسميته تباشير السيف دي بومبو هادي نقدر نقوله هادي هي أغلى بودرة اللي نقدروا لقاه في السوق عندنا هيا الدور دياله شو كنت دياله الدور ديالها هائل كتحبس تساقط الشعر واحدة الدرجة هائلة ولكن خاص سيدا تكون دارت الديتوكس كيف قلنا تكون ما كتستعمل شامبون غير طبيعي دكتين الغوز اللي كنا دكتين الغوز والبيرباتي وتدير شامبون اللي هو طبيعي اللي أنا يلا هذكرت وتقدر تستعمل هاد تباشير كنستعملوا منها غير هي فيها مية قرام وكنستعملوا منها غير مع القاة صغيرة كتتخلط مع الماء وكتشقق بها الشعر ديالها أو اللذيك اللي مع القاة صغيرة تقدر تخلطها مع البودرات الهندية وتديرها جوجة المرات في الأسبوع للشعر ديالها جوجة ديال الأسابيع غتبلي هالنتيجة اللي كتكون هائلة الشعر ديالك سيدتي حتى هو خصك تعمليه بطريقة كيف كتعملي الوجه ديالك كيف كتعملي البشرة ديالك أو الجسم ديالك خصك تعملي الشعر ديالك تهو بمعاملة طريقة المعاملة أنا من 2012 دائماً بودرة الهندية والحنة الغجاستو لأنديقو كلهم مواد طبيعية سيدة المطرة أنها تصبغ سيدة المطرة أنها تدير هذه المواد وبغا تغذيه في نص الوقت شو تقدر تدير اللي هي أصلاً كتصبغ ديك سيدة اللي كتصبغ وبغا تغسنا نعرفه بأن السيدة اللي بدات كتستعمل المواد طبيعية ما تقدرش تدير مخشة غياغ وترجع المواد الغير طبيعية لأن هنا فين كيوقع الغالط ديال السيدات كي يديروا الحنة وما كتكونش عندها تصبر وكتقول ما خرش لي اللي بغيتانا أو لا سفي شعري ما زال ما مقواش وكتمشي المنتوجات غير طبيعية فهنا كتدير غالط والشعر ديالها كيقول لي كي يطاح بكثرة يعني لا نفخص نقدره من الشيميك الطبيعي ولكن من الطبيعي للشيميك ما نقدرش تصبر شوية خاص الصبر طريقة مشيطة ومثلا كنس موضة باتبرك الله مشطية ديريلي حركة دائرية حمسي الدورة الدموية للشعر هذو كدلك تفرق في متتلئلة أكيد منين كتولي كتدير زيت للشعر ديالها هدرنا تتالو على ديزويل اللي كيكونوا فيجيتال وطبيعيين دير مساج للشعر ديالها وحتى مني كتكون دارتلي بوضغ أيوغ في ديك تقدر تمسي الشعر ديالها وياف الحمة كدلك الغسول بلدي هناك ندرو أيضا على غسول بلدي طبيعي لأن نرى كالغسول لي مخلط تشوف منين المصدر دياله كيف قلنا هذا هو المساج الكبير اللي بغيت نقلبه للجودة للأمور ونقرأ ونصقصي ونعرفه اللي مغريك شغلهم بعلاج مغريك شغل لون ولا يشكل ولا قلبي وشوفيت بركلارة كين عطلها وإلا ما عرفت عهوالي اختصاصي الناس هذا الشي اللي كان يخص الناس كذلك يحاولوا سيدخص هات الدواء اي فيتي هاداك اللي سور كيني سيدات اللي سور ولا إدمان هذا ولا إدمان سيدخص شعر هايبان بغوشينج مرة في الأسبوع دروري أنا كنديره مرة في العام مرة في العام مرة في العام ما شاء الله باتشا حياتي كاملة باتشا مرة في العام كندير البغوشينج واو يلا تببو نقصق أحد الأهل اختصاص ما شاء الله يعني تشكل ديت الشعر غخسرا ما كينش ثورة بشتشفو لكن ما شاء الله يشكل الوالون موض معلي دايما هاداو من العناية الروتين ديت الشعر والمشطة ديالها وتمشطو بشوية وكذلك مني السيدة كتبديه من التحت منشي من الفوق مني كتبديه من الفوق كتبديه جارة دوكلين كيكون مخبل كتبقي جارة وانتي كطيحي فيه كتبديه من التحت كتبديه من التحت وغادا غادا غادا وبشوية والسيدة اللي كيكون عندها الشعر في خيزة بوكلي زمان بوكلي تفرقه ومجعد ومجعد ويتفرقه وتبقى غادا بشوية بشوية إلا كنتي زربانه جمعيه بلا ما تمشطيه خسي يكون عندك الوقت تحت الشعر ديالك بحال فاش يكون عندك الوقت لوجه ديالك ما تخيش بك حتى أنا وليك الوقت كيمر بسرعة أنا كان شكرك وتنحييك فادر فيه خلينا مؤقتة إلا كان غير تساقط موسمي دل هاتفترة هذي هذا موسمي حكم أنه قلنا العطلة ترخينا شوية على شعرنا ما بقيناش نهتمو به بالإضافة للناس اللي تبارك الله مش هوا صافروا المسبح الشاطئ شمش بكترا قردت شعر وخلتوا بهت نعودون حيي